الديربي البيضاوي يطيل من جديد على المسرح الكروي المغربي في نسخته 123 لحساب مؤجر الدور العاشرة من الدور الاحترافي المغربي رغم أنه طل في غير موعده إلا أنه يعيد بالكثير من الندية والتشويق بالنظر للقيمة التاريخية للفريقين فريق الودادة الرياضي البيضاوي والمنتش إفريقيا سيسعى إلى استعادة التوهج على مستوى البطولة الوطنية هذا الموسم إلى حدود الآن يحتل الصف الثاني عشر برصيد 16 نقطة تعقد مؤخرا مع مدرب جديد هو التونسي فوز البنزرتي الذي يعول عليه الجمهور الودادي كي يعيد الفريق إلى سكة الانتصارات تشكيلة الفريق الأحمر ستكون مكتملة الصفوف سيما بعد انتداب أسماء جديدة على رأسها المجرب عبد الحميد الكوتري من جانبه فريق الرجاء الرياضي البيضاوي يرى في محطة الديربي فرصة لإعادة الانطلاق وضخ البسمة على محي الجماهير الخضراء يحتل إلى حدود الآن الصف الثالث برصيد 25 نقطة الفريق استعاد نجمه عبد الإلال حفيضي وسيكون معززا بأسماء أخرى تم انتدابها في الميركات الشتوي وعلى رأسها عبد العظيم خضروف ومونير عبادي الديربي البيضاوي سيقوده الحاكم الدولي نور الدين الجعفري ولدواعي تنظيمية تم تخصيص عدة نقاط لبيع التذاكر بعدة أماكن بمدينة الدار المباراة تدور هذا السبت ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال في المركب الرياضي محمد الخامس